موسيقى نشط مفصلة للأخبار نسهلها بالعنوين موسيقى حماس تقول أن العلاقات بين الحركة وسوريا في تحسن وفي طريق عودتها بالكامل إلى ما كانت عليه موسيقى الميادين تحصل على مشاهد خاصة لمناورة عزم الصادقين لسراء القدس في قتاع غزة برلين تعد تراجع اندادات الغاز الروسي إلى أوروبا هجوما اقتصاديا ابن سلمان يصل إلى عمان وبيان مصري سعودي يشدد على دعم الجهود العربية لحف إيران على الاتزام بالمبادئ الدولية وعدم التدخل في شؤون الدول العربية أهلا بكم أعلن مسؤول رفيع في حركة حماس أن العلاقات بين الحركة وسوريا في طريق عودتها بالكامل كما كانت في السابق المسؤول رفيع أكد أن الاتصالات مع سوريا في تحسن مشيرا إلى زيارات عديدة قام بها قادة في حماس إلى سوريا وضاف المسؤول أن دمشق داعمة للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني وأن حماس حريصة على العلاقة مع سوريا وكل الدول العربية استشهد الشاب الفلسطيني علي حسن حرب بعد إصابته بطعنة مباشرة في القلب بسكين من مستوطن إسرائيلي في منطقة سكاكا بسلفيت في الضفة الغربية المحتلة الرئاسة الفلسطينية قالت أن الجريمة تؤكد بشاعة الاحتلال حركة الجهاد الإسلامي شددت على ضرورة وضع حد للممارسات الإجرامية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني بدورها حركة حماس رأت أن هذه الجريمة امتداد للحرب القذيرة التي يشنها المستوطنون حصلت الميادين على مشاهدة خاصة من مناورة عزم الصادقين التي أعلنت سرايا القدس اختتامها في قطاع غزة وكانت سرايا القدس أعلنت انطلاق مناورات عزم الصادقين التي نفذت على مدار في قطاع غزة وحاكت المناورات عمليات ميدانية مختلفة بمشتركة عدة تشكيلات عسكرية أبرزها الوحدات الصاروخية والمدفعية كما حاكت المناورة سيناريوهات قصف أداف واحدة بصورة متزامنة ومكثفة من مناطق جغرافية متعددة ونفذت في مجموعة مسارح عمليات في محافظات القطاع أكد محمد عواودي والد الأسير خليل عواودي للميدين أنه لم يحصل أي تواصل معه بشأن تعليق نجله للإضراب عن الطعام لافتاً لأن العلامة الإسرائيلية هو من تحدث عن تعليق نجله لإضرابه عن الطعام مفروض أن يتواصل معي ما تواصل معي ما بلد فإحنا ما فيه ندنى إشي أي تأكيد إلا غير من المحامي ومن نادي الأسير من يوم ما اعتقلوا أنا لا زرته ومن يوم ثلاث ثلاث ما توصلت معه آخر التقارير أنه كان وضعه حالي جهالي جداً وكانوا بانتظار وفاته وما كانوا فتحين الملف فظاهروا أنهم راحوا عليه بناء على طلب من المستشفى وتفاوضوا معه واتفقوا على كل شيء انهار الاتلاف الحكيم برئاسة نفطالي بنت بعد ضغوط على مدى أسابيع وأفدت وسائل علام إسرائيلية بأن نجلة الكنيسة صادقة على أن يطرح اليوم قانون حل الكنيسة من قبل الاتلاف منال إسماعيل على وقع الأزمات المتتالية التي تشهدها الساحة السياسية في إسرائيل قرر رئيس الحكومة الأصيل والبديل نفطالي بنت ويئير لابيد حل الكنيسة والتوجه إلى انتخابات مبكرة بعد نحو أربعة أشهر منهيين بذلك حياة الاتلاف الحكومي الهش والأقصر عمراً الذي لم يصمد أكثر من عام واحد عندما نتحدث عن تغيير أسلوب الانتخابات فنحن لن نتحدث تقنياً وتكتيكياً بل أبعد من ذلك لقد كنا مع أربع جولات ونسير إلى الجولة الخامسة وهناك شعار يقول إنه إذا قمت بتجربة الشيء نفسه مرة تلو المرة وتتوقع نتيجة مختلفة فإن ذلك لن يحصل ولذلك أعود إلى خلاصة القول في أسلوب الانتخابات الحالي نحن عملياً نفكك الدولة خطوة تلو الأخرى وبين المواقف المرحبة والمنتقدة لقرار بنت ولبيد الذي خلط الأوراق وفتح الباب على سيناريوهات مختلفة كان رئيس المعارضة بن يمين نتنياهو الذي لم يوفر جهداً للضغط على الحكومة أكبر المرحبين حيث بدأ يعد العدة للعودة إلى رئاسة الحكومة أنا وأصدقائي سنقيم حكومة قومية واسعة برئاسة الليكود الليكود يتجهز لانتخابات ولا يستبعد إقامة حكومة بديلة في الكنيسة الحالي تابعات عديدة سيحملها قرار حل الكنيسة والذهاب إلى انتخابات مبكرة في نواحي متعددة ففيما أعلن أن زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لإسرائيل ما زالت قائمة في موعدها بمعزل عن الأزمة الداخلية فيها حيث يتوقع أن يستقبله لابيد كرئيس للحكومة أشار مراقبون إلى أن هذا القرار قد يمثل عقبة أمام مساعي وزير الأمن بني جانس لتعيين رئيس جديد لهيئة الأركان العامة لأن العادة درجة أن يتم خلال ولاية الحكومة الانتقالية تجميد تعيين كبار المسؤولين في إسرائيل ذهاب إسرائيل إلى انتخابات خامسة لا يعني بحسب خبراء انتهاء الدوامة السياسية التي تعيشها إسرائيل منذ نحو ثلاث سنوات ولسيما في ظل استطلاعات الرأي التي تشير إلى أن إسرائيل في طريقها إلى انتخابات أخرى لا قدرة فيها لطرف سياسي واحد على الحسم قال الرئيس كتلة القائمة المشتركة أحمد الطيبي أن إسرائيل حذر جدا جدا من أي حرب مع المقاومة في غزة الطيبي أعلن أن هناك تصعيدا تدريجيا إسرائيليا ضد إيران لكن إسرائيل لا تريد الحرب هناك تصعيد تدريجي قاله نفتالي بنت أنه رفعنا الدوز هذا ما قاله في العمليات في إيران إسرائيل غير معنية بحرب ولكنها تصعيد في الأراضي الفلسطينية المحتلة من حالات استهداف الفلسطينيين والقتل والقمع وحتى محاربة الأعلام ومحاربة الشباب انظروا عدد الشهداء من بداية هذا العام بالعشرات حتى اليوم ليس هناك تهدئة هناك تصعيد في القمع وممارسة الاحتلال فيما يتعلق بغزة إسرائيل حذر جدا 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 من مواجهة مع المقاومة في غزة أكد مسؤول العلاقات الدولية في الجبات الشعبية لتحرير فلسطين مهر الطاهر أن هناك قواعد اشتباك جديدة في المنطقة لكنه في مقابلة مع الميادين أكد أن إسرائيل لن تذهب إلى حرب شاملة لتخوفها من دفع أثمان كبيرة نحن أمام تطورات هامة تتعلق بالقضية الفلسطينية وأمام قواعد اشتباك جديدة لذلك نراه يريد أن يعطي للمواطن الصهيوني بعض التطمينات أننا لازمنا نملك الهيبة وقوة الردع فيمارس اعتداء هنا واعتداء هناك يضرب مطار دمشق ولكنه باعتقادي لن يجرؤ على خوض حرب شاملة لأنه يدرك تماما حجم قوة محور المقاومة ويدرك تماما أن أي معركة كبرى سيدفع الثمن غاليا غاليا والمجتمع الصهيوني يعيش حالة قلق شديد إزاء هذه التطورات ما هي الاحتمالات التي تواجهها الساحة السياسية الإسرائيلية وكيف تنعكس هذه الأزمة على أداء السلطة الإسرائيلية كيف يقرأ الفلسطينيون هذه الأزمة وكيف يقرأها محور المقاومة المعني مباشرة بالمواجهة مع الاحتلال ليست الأزمة السياسية الإسرائيلية وليدة اللحظة بن يمين نتنياهو فشل سابقا بتثبيت حكومته التي امتدت لعامين بعد أزمات داخلية انطغط على أربع دورات انتخابية للكنيسة حاول حينها نتنياهو تصدير أزمته الداخلية فوجد نفسه في مواجهة مع المقاومة الفلسطينية في معركة سيف القدس والتي خرج منها مهزوما سواء على الصعيد العسكري أو على المستوى السياسي يتكرر السيناريو ذاته مع حكومة نفتالي بينت المهددة بالانهيار في ظل ما تشهده من تفكك داخلي وانسحابات من الاتلاف مجددا حاولت حكومة بينت احتواء الأزمة ولجأت للتصعيد بنبرة التهديد ضد إيران وإعادة فزاعة المشروع النووي والتهديدات التي يشكلها حزب الله وتمادى الجيش الإسرائيلي بتكثيف اعتداءاته ضد سوريا لخلق حالة من الحرب سعيا من بنت لتدعيم حكومته بأحزاب من معسكر المعارضة رفع منسوب التوتري سعيا لتصدير الأزمة الداخلية هو النهج الذي اعتادت عليه الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة لكنها كانت تفشل في كل مرة أمام محور المقاومة سواء في الحرب غير المعلنة مع إيران أو في المعارك مع المقاومة في لبنان وفصائل المقاومة في فلسطين وصولا إلى الإخفاق في إخماد الهبات الشعبية والعمليات الفدائية في الداخل الفلسطيني المحتل يبدو واضحا كذلك أن محاولات هروب السلطات الإسرائيلية من مأزقها إلى بناء الأوهام والأمجاد على التطبيع مع عدد من دول الخليج وتوقيع اتفاقات تعاون معها لم تخفف من انكشاف عمق الأزمة التي يعيشها الكيان هكذا عكست هشاشة حكومة بنت أزمة الحكم التي تتشابك مع الأزمات الداخلية والملفات الإقليمية الحارقة وأبرزها القضية الفلسطينية والمشروع النووي الإيراني وقدرات حزب الله المتنامية الأزمة الإسرائيلية تتجلى بوضوح في ضعف سلوك القيادة بوجه التحديات الداهمة وذلك بدلا من إظهار الردع الذي يبني عليه الجمهور الإسرائيلية للبقاء قال وزير الاقتصاد والمناخ الألماني روبرت هابيك تراجع امدادات الغاز الروسي الأوروبا يعتبر هجوما يهدف إلى بث الفوضى في السوق الأوروبية للطاقة هابيك وخلال كلمة أمام رؤساء شركات قطاع الطاقة أشار إلى أن تقليص شحنات الغازي هو بمنزلة هجوما اقتصاديا على الدول الأوروبية ولفت إلى أن تبعات هذا القرار ستكون أسوأ من تبعات جائحة كورونا السويد أصدرت أول انذار بشأن امداداتها من الغاز نتيجة العقوبات على روسيا وكالة الطاقة السويدية أشارت إلى أنها والدنمارك لديهما سوق غاز مشترك مقررة أن تحذو حذو الدنمارك وبحسب نظام وضعه الاتحاد الأوروبي يحق لأي دولة في الاتحاد أن تتلقى مساعدة من دولة عضو أخرى في حال مواجهتها لصعوبات من حيث امدادات الغاز وتقنين الامدادات أعلن رئيس الروسي فلاديمير بوتين عزم بلاده على إدخال صاروخ سارمات النووي الخدمة في القوات المسلحة نهاية العام وخلال لقاء مع متخرجي الكليات العسكرية أكد بوتين أن بلاده ستواصل تطوير وتعزيز قواتها المسلحة بناء على التهديدات العسكرية والمخاطر المحتملة وعلى أساس الدروس المستفادة من النزاعات العسكرية الحديثة صاروخ سارمات سوف يدخل الخدمة في القوات المسلحة الروسية نهاية العام الحالي الجميع يعرف الظروف الجديدة التي تضع الصعوبات والعرقيل أمام جميع القطاعات في الدولة ومن بين ذلك الجيش والأسطول الروسيان إلا أن الجيش والأسطول سيواصلان مسيرة التنمية والتطور على الرغم من كل هذه الصعوبات والعوائق بعد قرار ليتوانيا منع مرور بعض البضايا إلى منطقة كاليننجراد تتأهب موسكو للدخول في مرحلة جديدة من الصراع وقد توجه إلى كاليننجراد سكرتيرو مجلس الأمن القومي الروسي نيكولاي باتروشيف للمشاركة في اجتماع حول الأمن القومي في المنطقة الشمالية الغربية الروسية ما قبل كاليننجراد لن يكون كما بعده خلاصة يمكن ملاحظتها في رد الفعل الروسي على قرار ليتوانيا منع مرور بعض البضائع إلى هذه المنطقة والذي شكل صدمة للمقاطعة الروسية وأثار غضب موسكو على نحو لافت كاليننجراد منطقة تابعة للاتحاد الروسي وتقع في قلب الاتحاد الأوروبي تحدها ليتوانيا وبولندا وتطل على بحر البلطيق وتستضيف المقر الرئيسي لأسطول بحر البلطيق في البحرية الروسية في أيار مايو الماضي أعلنت موسكو أن الجيش الروسي أجرى محاكاة لعملية إطلاق صواريخ قادرة على حمل رؤوس نووية من أراضي كاليننجراد للجيش الروسي في هذه المنطقة أسلحة استراتيجية ومتطورة كمنظومة اس أربعمائة وصواريخ اسكندر ام الباليستية البعيدة المدى وصواريخ مجنحة قادرة على ضرب أهداف في الدول المجاورة وسفن مجهزة بمنظومات كاليبر الصاروخية وهو ما دفع بالغرب ممثلا بحلف الناتو إلى تطويق البنطقة التي تستخدمها روسيا ورقة ضغط أساسية في الصراع الحالي ولهذا السبب تعاهد الكراملين يوم أمس بالرد على قرار لتوانيا الأخير الذي وصفته الخارجية الروسية بالعدائي وغير المسبوق إنه انتهاك لكل شيء القرار مرتبط بخطوة الاتحاد الأوروبي لتمديد العقوبات الوضع أكثر خطورة ويتطلب تحليلا معمقا قبل أن نصوغ ردنا وقبل تحديد الخطوات التالية سيتم إجراء هذا التحليل خلال الأيام المقبلة وإلى جانب الأهمية العسكرية فللمنطقة موقع اقتصادي مهم باستيرادها الفحم والمعادنة ومواد البناء والتكنولوجيا المتقدمة ويربط موقعها عددا من الدول الأوروبية وهو ما مكنها من احتلال مكانة مميزة في العلم والثقافة والحضارة لكن هذا كله مهدد اليوم بفعل العقوبات الأوروبية إلا أن حكومة المنطقة تطمئن مواطنها إلى أن هناك سفن ستتولى نقل البضائع بين كالينينجراد وسان بوترسبورغ في محاولة لمواجهة أزمة مرتقبة وصل ولي العد السعودي محمد بن سلمان إلى الأردن قادما من مصر حيث أكد والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أهمية استمرار التنسيق والتشاور المكثف وتبادل وجهات النظر بين البلدين للتصدي لما تواجه الأمة العربية من تحديات وأزمات وأكد الجانبان في بيان مشترك أن مصر والسعودية تتفقان على ضرورة دعم الجهود الدولية لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي وشددا على أهمية أن لا يكون لبنان منطلقا لما سمياه أعمالا إرهابية ودع البيان إلى ضرورة توصل إلى تسوية شاملة للقضية الفلسطينية من خلال حل الدولتين وأكد دعم اتفاق الهدنة اليمنية وفي ظل تديدات التركية كاميرا الميدين تدخل إلى خطوط التماس بين الجيش السوري ومسلحي درع الفرات في الأحياء الجنوبية لمدينة الباب وبلدة تادف لترصد واقع المنطقة وأهميتها بالنسبة إلى الجيش السوري رضا الباشا إلى ريف حلب الشرقي على بعد قرابة 70 كم من جبهة تل رفات في بلدة تادف دخلنا برفقة الجيش السوري إلى البلدة المتداخلة في أحيائها مع مدينة الباب عاصمة منطقة درع الفرات التي تخضع للجماعات المسلحة التابعة لتركيا تغيب أجواء خفض التصعيد عن البلدة لا تغيب أصوات طلقات قناصة المسلحين عنها خرق سجلت كاميرا الميادين إحداها واقع يضع الجيش السوري هنا في حالة استنفار على مدار الساعة نحن بنقطة تادف بنبعنا عن مسلحين شغلة أمتار يعني 20 متر 50 متر من 20 إلى 50 متر يعني ومعتمدين على الألغام الأدامنا إن شاء الله أنه ما في تسلل وعنا الأسلحة البكسية والرشاشات والرصد طبعا الرصد موجود هذا طريق الإنفور على خطوط التماس ترصد كاميرا الميادين طريق الإنفور تداخل الأحياء هنا مكننا من رصد حركة المارة في مدينة الباب تبدو المدينة وأحياؤها بالكامل في مرمى نيران الجيش السوري رفع الجيش جاهزيته القتالية في المنطقة إلى جانب تعزيز نقاطه العسكرية في ظل التهديدات التركية بعملية عسكرية في الشمال السوري لن تكون تادف بمنأن عنها فالنقاط الجيش هنا على بعد أقل من 20 كم من الحدود مع تركيا كما ترصد نقاطه القواعد العسكرية التركية الثلاث الواقع على جبل الشيخ عقيل داخل مدينة الباب واثنتين في ريف الباب الشرقي نحن هنا على جبهة تادف تعتبر هذه الجبهة أحدى نقاط خفض التصعيد الرئيسية في اتفاقية أستانا إلا أنها باتت في الآونة الأخيرة هدفا رئيسيا للعملية العسكرية التركية المعلنة عنها في شمال وشمال شرق سوريا لما لهذه المنطقة من أهمية فهي تقع على خط جبهة يصل إلى بلدة تل رفعت بطول يصل إلى 70 كم كما تقع أيضا في منتصف خط هذه الجبهة وتبعد عن مدينة منبج ما يقارب الأربعين كم رضا الباشا من جبهة تادف ومدينة الباب ريف حلب الشرقي الميادين اعتبر السفير السوري في لبنان علي عبد الكريم علي أن إسرائيل بأجماته على سوريا جاءت لنجدة إرهاب هزم أمام سوريا وشعبها وحلفائها وأصدقائها وفي لقاء في بيروت تضامنا مع سوريا إثرى لدوان الإسرائيلي على مطار دمشق الدولي شدد المشاركون في اللقاء على أن التضامن مع سوريا هو تضامن مع كل قضية من قضايا الأمة أطمئنكم أن سوريا التي رفضت كل الإغراءات وكل المساومات وكل صنوف الترغيب والترهيب التي واجهتها قبل 2011 وبعد 2011 وما تزال سوريا بقيادة الرئيس بشار الأسد تواجه كل هذه الحرب المركبة كل هذا الحصار الاقتصادي الخانق والجائر المستقوي بأمريكا وبالغرب لنجدة إسرائيل أعلنت كتلة اللقاء الديمقراطي في البرلمان اللبناني أنها ستسمي السفيرة السابقة نواف سلام لتكليفه بتاليف الحكومة عقب اجتماع عقد بحضور رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط وأكدت الكتلة خيار عدم المشاركة في الحكومة العتيدة مع الحرص الكامل على الاقتناع بأن يتم التاليف من دون أي إبطاء أو تعطيل للتفرغ للمهمات الصعبة الملقات على عاتقها بعد نحو عامين من العمل وقع لبنان وسوريا ومصر اتفاقية لنقل ستمائة وخمسين مليون متر مكعب من الغاز سنويا من مصر إلى لبنان عبر سوريا ما سيسمح بزيادة ساعات تغذية بالكهرباء نحو أربع ساعات إضافية يوميا حسان الرفاعي اجتماع لبناني سوري مصري في وزارة الطاقة اللبنانية انتهى بتوقيع عقدين الأول لشراء الغاز الطبيعي من مصر والثاني لنقله من مصر عبر سوريا ومع إعلان جميع الأطراف شاهزيتهم للبدء بالمشروع بقي عائقاني أولهما قانون خيصر حصلنا على كل الموافقات اللازمة لتمرير الغاز وهي الناحية ما في أي خوف حصلت على الموافقة الأمريكية هذا الموضوع بخص الجانب اللبناني والمصر أنا اللي استشفيته من الحديث الدائم اللي كنت عم بعمله مع الإدارة الأمريكية يعني بقى عبر زيارته لأموس هوكستين لما نجى وأيضا ساعات السفيرة دروتيشية بأنه هني سيقفون مع معنا بالتكلم مع الإدارة إدارة الخزينة لحتى يأمنوا أن هذا العقد يحصل على تأكيد وإطمئنان نهائي أنه لا يترتب عليها أي تدعيات سلبية من قانون أيصر وبنفس الوقت التسهيل بموضوع التمويل يعني تقديم التسهيلات بموضوع التمويل من قبل الولد بانك وبانتظار موافقة البنك الدولي المرتبط بالقرار الأمريكي أكد الجانب المصري دعمه للبنان نحن الحمد لله يعني قدرنا أن نحن لدعم الدولة اللبنانية أن نحن ندي ساعر مناسب وتفديلي لأشقائنا في لبنان المشروع هذا بالإضافة إلى الفيول أويل العراقي من المفترض أن يرفع ساعات التغذية الكهربائية في لبنان إلى حدود العشر ساعات وقعت العقود مع وصول التغذية الكهربائية في لبنان إلى أدنى مستوياتها إلا أن التواقيع والتجهيزات يرى الخبراء والمختصون أنها تبقى حبرا على ورق بانتظار إعطاء الضوء الأخضر الأمريكي حسان الرفاعي بيروت الميادين فاصل عن قصير ونعود أهلا بكم الجديد أكد رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والاقتصادية في تونس إبراهيم بودربالة أن رئيسة نسيق السسعية ضراض بنسبة كبيرة عن مسودة الدستور وفي مقابلة مع الميادين قال بودربالة أنه في حال إجراء تعديلات على مسودة الدستور فستكون تعديلات طفيفة حسب التصريح الأول للرئيس أنه راضي ربما ستقع تحويرات في بعض فصول قليلة نسبة الرضاعة تقد كبيرة وكبيرة جدا على العمل وبالتلاعي وبمشاركتي في أعداد هذه المشودة وبالتلاعي على السيغة النهائية أعتقد أنها في عمومها هي مشودة سوف يقع قبولها من طرف رئيس الدولة إلا في بعض ربما أقول في بعض التحويرات الجزئية البسيطة والأهم من ذلك أنه سيقع قبولها من الشعب في يوم الإسفتاء بودربالة أكد أنه جرى إلغاء السلطاتي من الدستور وأن كل طرف عليه أن يقوم بوظيفة خدمة الدولة نحن لم نتعرض لهذه المسألة مطلقا ولم يقع الحديث حول هذه المسألة واللجنة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية ضمت كفاءات يعني عالية المستوى من أكاديميين واستاذجمعين ووزراء سابقين يعني وزراء من عهد الرئيس بورجيبة وفي مختلف العصور وهؤلاء امتازوا يعني بكفاءتهم وامتازوا بنظافة أيديهم وامتازوا بأنهم يغلبون المسألة للوطن على أي مسألة أخرى وهم الذين شاركوا في إعداد هذا الدستور وأكيد النسيغة النهائية التي ستبرز ستنال رضاء الشريحة الكبرى من الشعب التونسي بودربال أكد أن إدراج تجريم التطبيع في الدستور سيكون بمنزلة الاعتراف بالكيان الصيوني مشيرا لأن المطلب الشعبية هو أن تكون القضية الفلسطينية هي القضية المركزية أن المحاولات التي ترمي للتطبيع وترمي إلى إيجاد آليات يعني لتبرير الاعتراف بالكيان الصيوني هي آليات يعني مرفوضة من أساسها بل بالعكس لا يجب أن نتحدث فيها ولا يجب أن ندرجها لأن إذا كان وقع أدراجها في الدستور اليوم فنعلم الضغوطات التي سوف تأتي من كل حد من أسوب لتغيير هذا الموقف وجعله منسجما مع الإرادة الآن التي تريد يعني إخضاع الشعب العربي وأن يقوم بالاعتراف بالكيان الصيوني ونبقى في تونس حيث يتوقع أن يدخل الرئيس قيس سعية تعديلات على مشروع مسودة الدستور قبل نشرها ويؤكد من أسم في سياغتي أن المسودة تؤسس لنظام ديمقراطي ودولة مدنية فيما يتوجس رافضوها من أن تكون مقدمة للتأسيس لنظام حكم سلطوي عماد الشتارة وضاء مسودة للدستور نأمل إن شاء الله أن تحظى بي رضاء السيد الرئيس في زمن قياسي وفي احترام للأجال المحددة تعرض مسودة الدستور على الرئيس قيس سعيد الذي يؤكد أن سياغتها ليست نهائية وأن إمكانية تعديل بعض فصولها تبقى واردة رب قال سبحانه وتعالى وأصدق القائدين كنتم خير أمة أخرجت للناس ما قالش كنتم خير دولة أخرجت للناس والدولة هي ذات معنوية كما تقول شركة أو تقول مؤسسة عمومية هي مش سعدة شركة على الصراط لن يشمل التعديل على الأرجح إلغاء التنصيص على الإسلام دينا للدولة في الدستور الحالي لتخالف مسودة الدستور معدته الدستير السابقة مسائل مبدئية للتونسيين كل من سوف يتحمل مسئولية في الدولة التونسية تخطيطاً وتنفيذاً ومراقبةً وتقييماً سوف تقع عليه مسئولية أن ينفذ وينجح بخطوط حمراء أو أن يغادر انطلاقاً من مبدأين أساسيين في مبدأ واحد هو أن السلطة للشعب والسيادة للشعب الانتقال إلى نظام رئاسي أو رئاسوي تكون فيه السلطات جميعاً بيد رئيس الجمهورية ومؤسسة رئاسة الجمهورية وتصبح الحكومة وبقيط مؤسسات الدولة بما في ذلك السلطة التشريعية والسلطة القضائية دورها ثانوياً إلى نقاش حر ومسؤول يحتاج التونسيون للتوافق بشأن نص دستوري يؤسس لمشروع مجتمعي مشترك لكن قد يسير البلاد لعقود هي مهلة عشرة أيام فقط تفسير التونسيين عن نشر مشروع الدستور الجديد بما يتيح الاتلاع على بنوده والإلمام بمقاصده قبل تحكيم الرأي بالتصويت لفائدته أو رفضه يوم الاستفتاء عيمة شتارة تونس المياد تمنى المؤتمر الجمهوري لولاية تكساس قراراً يحث الهيئة التشريعية على إجراء استفتاء أمام شعب تكساس العام المقبل لتحديد إذا ما كان ينبغي للولاية إعادة تأسيس وضعها كدولة مستقلة فما واقع هذه النداءات يفتح الجمهوريون نيران الانفصال في الولايات المتحدة الأمريكية من جديد وهذه المرة من تكساس مع قرب موعد الانتخابات النصفية وسط اتهامات بانتهاك حقوق تكساس في الحكم الذاتي المحلي خمسة والاف شخص من أنصار الجمهوريين في تكساس أصدروا تقريرهم النهائي الذي دعا المجلس التشريعي في الولاية إلى إقرار تشريع في جلسته المقبلة يطالب بإجراء استفتاء عام 2023 لشعب تكساس لتحديد إذا ما كان ينبغي على ولاية تكساس الإعلان عن جديد عن صفتها كدولة مستقلة هذا الطلب يفتح قضية انفصال الولايات في أمريكا على مصرعها فتكساس ليست الوحيدة حيث تتطلع أربع ولايات أخرى إلى هذا الانفصال وقد أظهر استطلاع لمركز السياسة في جامعة بيرجينيا الأمريكية أن نحو نصف ناخبي دونالد ترامب وأربعين في المئة من ناخبي جو بايدن وافقوا على أن الولايات المتحدة ينبغي لها أن تتفكك بالتأكيد هذه ليست المرة الأولى التي تطرح فيها قضية الانفصال في الولايات المتحدة وربما لن تكون قابلة للتطبيق في الوقت الحالي إلا أنها لا شك تعكس حجم سودوية المشهد السياسي الأمريكي المتصدع بالانقسامات السياسية والشعبية والمجتمعية والعرقية كما يعكس حجم تأثير الرئيس السابق دونالد ترامب الحالي في البلاد ومدى قدرته على تحريك مكونات ومجموعات على نحو مركب ما يضع البلاد أمام احتمال وقوع أعمال عنف حقيقية فيسبوك يزيل مقطع فيديو لحملة من قبل المرشح الجمهوري أريك غريتانز يحرض فيه على الصياد الجمهوريين بالاسم فقط تمجيد العنف والدعوة إليه من أبرز الاتهامات التي انهالت على المرشح الجمهوري عن ولاية ميزوري في الكونغرس الأمريكي أريك غريتانز على خلفية فيديو أعلان حملته يظهر فيه ملوحا بالبندقية يعلن أنه يصاد راينو قبل أن يتم الإبلاغ عنه من قبل التويتر وإزالته من قبل فيسبوك لانتهاكه السياسات المتعلقة بالعنف والإساءة مصطلح راينو الذي أشاع ترامب استخدامه بغية السخرية هو اختصار لعبارة جمهوريون بالاسم فقط والتي تستخدم عادة لوصف الجمهوريين الذين تتفق آراءهم وتشريعاتهم مع الحزب الديمقراطي في الأعلان يرافق المرشح اليمني في مجلس الشيوخ مجموعة من الرجال المدججين بالسلاح وهم يقتحمون منزلا يبحثون عن الجمهوريين بالاسم فقط يدخل غريتانز الحاكم السابق المثير لجدل إلى غرفة الجلوس الفارغة عبر الدخان ويدعو للانضمام إلى تاقم ماغا والحصول على تصريح صيد الراينو ربما أعلان غريتانز هو الأكثر تهديدا في سلسلة طويلة من أعلانات حملات الجمهوريين التي تعرض أسلحة نارية وتستخدم الخطاب العنيف بشكل مضطرد مع الاقتراب من الانتخابات النصفية ويمكن إدراجه في إطار الانقسام بين الجمهوريين على ملفات عديدة ليست آخرها مقاربة الأزمة الدولية الحالية فيسبوك صرح أنه أزال الفيديو لانتهاكه سياسته التي تحضر العنف والتحريض فيما أبقت منصة تويتر منشور غريتانز مع أنه ينتهك قواعدها لكنها حالت دون مشاركة المنشور بشكل أوسع غريتانز أرفق تغريدته بقوله لقد سئمنا من الجمهوريين بالاسم فقط الذين يستسلمون لجو بايدن واليسار الراديكالي رفض رئيس الفرنسي مانويل ماكرون استقالة رئيسة الوزراء إليزابيت بورن معلنا بقاها في منصبها لتتمكن الحكومة من متابعة مهامها وذلك غدا تخسارته الأغلبية المطلقة في البرلمان إلى ذلك ذكرت وكالة فرانس بريس أن رئيسة الوزراء ستجتمع بعضاء الحكومة الفرنسية اليوم حيث سيحضر الوزراء الثلاثة الذين هزموا في الانتخابات والذين يتعين عليهم الاستقالة ملايين البريطانيين يواجهون أزمات تنقل بسبب تنفيذ عمال السكك الحديد أكبر أضراب منذ ثلاثة عقود وذلك بعد فشل المفاوضات بين الشركات والنقابات بيشان الأجور في ضوء الأزمة المعيشية الخانقة الناجمة عن ارتفاع التضخم موسى سرور بريطانيا تعود إلى أسوأ أيامها محطات القطارات فارغة إلا من العمال المضربين فوضى تسود البلاد بعد حرمان ملايين الركاب من الوصول عبر سكاك الحديد التي تعد شريان حياة البريطانيين إلى أعمالهم الإضراب يشارك فيه أكثر من أربعين ألف موظف ويأتي بعد فشل المفاوضات بين عمال سكاك الحديد وشركات تشغيل وسائل النقل بشأن الأجور والأمن الوظيفي الاضطرابات في البلاد سببها كل من وزيري النقل والخزانة لا أرى أنه يمكن التواصل إلى تسوية بشأن الأضراب إذا لم تمنح الحكومة شركات النقل حرية التفاوض الحكومة تنصلت من مسؤوليتها وألقت باللوم على حزب العمال والنقابات في وقوع أسوأ إضراب في النقل العام منذ حكومة مارغريت تاتشر النقابات بدورها اتهمت حكومة المحافظين بالوقوف على الهامش وعدم منح الشركات مرونة في المفاوضات كما انتقدت النقابات قيادة حزب العمال لعدم تقديمها الدعم الحقيقي لإضراب عمال سكاك الحديد لم نعد نؤمن بالقيادة حزب العمال فهم يعملون من أجل أنفسهم حتى الآن لم يعلن الحزب عن تأييد خطوة الإضراب أو تأييد مطالبنا بشأن تحسين الأجور وتخطط الحكومة لتغيير القوانين المتعلقة بالإضراب بحيث تحد من فاعلياته في المستقبل ساعية كما تقول إلى تقليل الأضرار الناتجة عن الإضرابات خطوة اعتبرت النقابات أنها تهدف إلى إضعاف حق الإضراب المنصوص عليه في القوانين إضراب عمال سكاك الحديد سيؤدي بحسب المراقبين إلى تعثر الدورة الإنتاجية للبلاد فيما هي في أمس الحاجة إلى الانتعاش الاقتصادي للخروج من دوامة البريكزيت وكورونا والحرب الأوكرانية بينما تبلغ الخسائر الاقتصادية المباشرة للإضراب نحو 100 مليون جنيه استرليني ونحو ربع مليون موظف لن يتمكن من الذهاب إلى وظائفهم مستسرور لندن الميادين تنصيب المجلس العلى للشباب في الجزائر كأيئة استشارية مكونة من أعضاء منتخبين ومعينين مأمتهم الإسهام في الحياة السياسية والاقتصادية المجلس يحمل تطلعات الشباب ما بعد الحراك الذي نادى بتسليم المشعل إلى الجيل الجديد سوفيان مراكشي بالرغم من طابعه الاستشاري غير الإلزامي سيكون المجلس الأعلى للشباب تجربة فريدة من نوعها في العالم العربي يمكن فئة المثقفين والمنتخبين الشباب من بلورة مقترحاتهم وتصورات مستقبل الحكم في البلاد بلاد عانت من تدافع بين جيل الثورة وجيل الاستقلال ومجتمع شاب يطمح إلى إحداث نهضة وتسلم الزمام الأمور هناك العديد من الشباب على مستوى الحكومة هناك مجلس أعلى للشباب هناك أيضا تشبيب على مستوى مجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة الشباب اليوم يشغلون وظائف عالية في الدولة نكن أخذ على سبيل المثال وزارتنا فقط معدل أعمار في وزارتنا 29 سنة يتكون المجلس الأعلى للشباب من 300 عضو منتخب ومعين يمثلون كل المحافظات الجزائرية والشباب المهجرة ويساهمون في ترقية القيم الوطنية والتضامن الاجتماعي في أوساط الشباب الكثير من الحقوق السياسية والاجتماعية والثقافية بالنسبة للفئة الدولة همم مهمة شالحة كبير بإذن الله سنسعى نحو التغيير وأيضا برلمان حقيقي بالنسبة للشباب سيساهم في أخذ قرارات مصيرية متعلقة بالبلاد وإشراك الشباب في هذه القرارات هذا المجلس جاء أو هو إحدى ثمار الحرك المبارك الذي ندد شبابنا والذي نددنا بعطائنا الفرصة وتسليمنا المشعر إن شاء الله هذا المجلس على الشباب سيعطي إضافة كبيرة جدا لسيما في المجال الاقتصادي لسيما في المجال التنمية لسيما في مثال فك العزلة ترعين الجزائر على رأس المال البشري في المرحلة المقبلة من التقلبات الدولية التي لا يمكن مواجهتها إلا بسواعد الشباب وحكمة الكبار أول برلمان شبابي استشاري في العالم العربي مهمته إيصال صوت الشباب والمساهمات في إشراكهم في الحياة السياسية والاقتصادية المجلس الأعلى للشباب آخر محطة دستورية تختتم بها الجزائر حزمة الوعود السياسية التي أعقبت الحراك الشعبي والذي طالب بالتسليم المشعلي للجيل الصعد سوفير مراكش العاصمة الجزائرية الميدينة انشراح المدني طفلة من غزة مصابة بمرض السرطان تأمل الحصول على حقها في العلاج خارج فلسطين كي تتمكن من العودة إلى حياتها الطبيعية أحمد غانم تخط انشراح حلمها بحياة الأصحاء وأحلاما أخرى تأمل أن تتحقق قبل أن ينهش مرض السرطان مزيدا من جسدها بعد أن أصاب وجهها فأفقدها إحدى عينيها وألزمها المنزلة مكابدة آلاما لا تطاق نظرا إلى عدم توافر رعاية طبية ملائمة لحالتها في المستشفيات الفلسطينية أنا كطفلة من غزة نفسها تحقق أمنيتي أطلع تعالج وأرجع لتعليمي زي أول نفسها روح أطلع أشوف الناس الناس تشوفني عادي محد يعني يتنمر إن شراح حرمها الاحتلال استكمال رحلة علاجها داخل الأراضي المحتلة بذريعة الفحص الأمني ما سبب تدهورا إضافيا في حالتها الصحية وتخشى والدتها المتعب قلبها من تراجع فرص شفائها خلال وقت قريب والله العظيم حاسها جبل على صدري وحاسها الحنج لط عليها يعني أنا مش بس الوضع كله حاسها الحنج لط عليها مش طربي دي أشياء أصلا والله العظيم والله العظيم ممنيتي لوحيدة أنت تعالج يعني أمل في الله كبير إنه حدا يشوفه ويطلحة تعالج عادي بس منيتي وطلبنا تطلع من غزة من فلسطين تطلع تعالج دولة تانية يعني لاجها بس بنتي بره فلسطين يعني حرام حرام يعني حياتها هيك تطيع بلاش للربع يعني يعني هيك حرام أنا بقول والله العظيم مش هين علي إنه أشوف بنتي قابل تموت قدام عني يتمن شراح ووضعها المادي الصعب يضيفان مزيدا من التعقيد على حياتها في ظل واقع مأساوي يعاني منه قطاع غزة وسكانه المحاصرون يوما بعد آخر تتضاءل فرص شفاء شراح من مرضها ما لم تحصل على علاج عاجل قد ينقذ حياتها أحمد غانم غزة الميادين إلى هافانا حيث واتل المطلة على كورنيش المدينة يقع أول منزل نقام فيه الثير الأممي أرنيستو تشيجفارا في كوبا المكان تحول إلى متحف يضم العديد من المقتنيات الخاصة به نافذة على هافانا لمراسلنا عروة محمود ترجمة نانسي قنقر على هذه التلة المطلطية على مدينة هافانا يتربع أول مسكن أقام فيه الثائر الأممي أرنيستو تشيجفارا في كوبا والذي يعرف باسم نحن هنا في أحد أهم المقر التابعة لقلعة المورو في هافانا وهو كاسا لكابانيا المقر الأول الذي اتخذه تشيجفارا مسكنا له في هافانا وهذا الموقع له أهمية ذات صلة لأنه أكثر من متحف فقد أصبح مركزاً اجتماعياً ثقافياً في مساحة مميزة قريبة جداً من تمثال السيد المسيح كما يتمتع بإطلالة استثنائية على خليج هافانا بقاعاته الأربع يمثل هذا المنزل رحلة في حياة غيبارا من خلال الصور والمقتنيات الخاصة به من قبعاته الشهيرة ورسائل مكتوبة بخط يده إلى شهادته الجامعية في هذا المكان كان غيبارا قائداً للقلعة عقب انتصار الثورة مباشرة هنا التم شمله مع والديه وأخوته بعد أكثر من ست سنوات من دون أن يتمكن من رؤيتهم في هذا المكان زاره في دال وطلب منه أن يعتني بصحته حيث كان يعاني من الربو وطلب منه الانتقال إلى ترارة على أن يستمر من هناك في قيادة القلعة ويتسلم مهمات أخرى هنا يكمن جزء مهم من حياة غيبارا غير المعروفة للكثيرين عندما كان قائداً لقلعة المورو المطلط على البحر عاش هنا ثلاثة أشهر فقط قبل الانتقال إلى ترارا شرقية العاصمة عروى محمود هافانا الميادين تذكير بعنوين النشرة حماس تقول أن العلاقات بين الحركة وسوريا في تحسن وفي طريق عودتها بالكامل إلى ما كانت عليه الميادين تحصل على مشاهد خاصة لمنورة عزم الصادقين لسرايا القدس في قطاع غزة برلين تعد تراجع امدادات الغاز الروسي إلى أوروبا هجوماً اتصادياً ابن سلمان يصل إلى عمان وبيان مصري سعودي يشدد على دعم الجهود العربية لحث إيران على الانتزام بالمبادئ الدولية وعدم التدخل في شؤون الدول العربية باللغات العربية والإنجليزية والإسبانية الميادين دوت نت موقعنا على الانترنت موجزون إخباري على رأس الساعة اشتركوا في القناة